من عجل تعزيز كفاءات المدربين في مجال تقديم الخدمات الإلاجية المثالية للنساء الحوامل ومكافهة انتقال فيروس فقدان المناء المكتسب السيدة من الأم إلى الجنين جاء تنظيم هذه الورشة بمبادرة من البرنامج الوطني لمكافهة انتقال فيروس السيدة من الأم إلى الجنين وبتمويل من شركاء البلاد في التنمية لمواكبة الوسائل الحديثة لمكافهة هذا الداء الفتاك وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030 أهمية هذه الدورة التدريبية لأنها تغير منهج جديد تم تطويره عالمياً في السنوات القليلة الماضية وتم إدخال هذا المنهج إلى تشاث في عام 2021 وهذا البرنامج المتكامل يهتم برعاية النساء الحوامل والمرضعات المصابات بالإدز كما يمكن الحصول على أطفال الصحة خالية من المرض من جهته الأمين العام لوزارة الصحة العامة والوقاية دابسو قيدانسو قال إنه بالرغم من الجهود المبزولة لمكافهة السيدة إلا أن هناك تهديات يجب رفؤها وعليه فإن البلاد قد وضعت استراتيجية لتنسيق العمل مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف ومنظمة الأمم المتحدة لمكافهة السيدة من عجل بلوغ الأهداف المنشودة وطلب من المشاركين الاستفادة من مآرف الخبراء لتحسين صحة الأم والطفل ترجمة نانسي قنقر